الحرف النادرة والفريدة تضررت في فرنسا بسبب انتشار وباء كورونا ليت بزاري يعرفنا على حائك أوشحة راقية اضطر إلى أن يغلق مجغله ليجلس وراء مكينة النسيج الخاصة به ولكن في منزله الباريسي يبدو ماتيو وكأنه يتدرب على عسف مقطوعة موسيقية لكنه في الواقع يخلعن عليه ويجلس أمام ماكينته لنسج وشاح مستوحى من النوتة الموسيقية لمقطوعة بوليريو لموريس رافل إذ يعمل هذا الحائك على نسج أوشحة من قماش الحرير والصوف والكشمير الراقي مستوحى مما يختار الزمون فمنهم من يستهوي تصميم وشاح من موقع جغرافي أحبه في العاصمة الفرنسية ومنهم من يفضل حياكة وشاح مستوحى من منزله الريفي أقوم بتصميم أوشحة حسب الطلب فهذه الماكنة تمكنني من إنتاج قطع حسب الرغبة من خلال رسائل أو كلمات يود الشخص أن يضعها في وشاح منسوج كعبارات أو أبيات شعر أو كلمات أغاني وأخيرا قررت أن أضع نوتات موسيقية في خيوط الوشاح أما في زمن كورونا فانتقل مشغل ماتيو إلى منزله إذ أخذ يطور تنسيق الأقمشة مع بعضها البعض وحياكة أوشحة مستوحات من أقاليم وجزر فرنسا بشواطئها الرملية الناعمة ومياهها الزرقاء التي اعتاد الفرنسيون زيارتها في فصلي الربيع والصيف من كل عام إلى أن جاء كورونا وعزل السكان في بيوتهم فترة العزل الجماعي الطويلة حفزتني على البحث وابتكار تقنيات حياكة جديدة إذ قمت باستخدام قماشة الكشمير في حياكة مخدات وأغطية أثاث العزل الجماعي في فرنسا والذي استمر لأكثر من شهرين ونصف أتاح المجال لهذا الحائق أن يعيد التفكير بمسج أقمشة غير محاكسة سويا كالحرير والكشمير في هذه القطعة وكأن فيروس العصر كورونا خفف سرعة عجلة الحياة والاستهلاك على الأقل فترة وأتاح المجال للفنانين للتماع وابتكار أفكار جديدة في مهن العدة من بينها التصميم والأزياء ليت بزاري العربية تاريس